في شأن آخر أن أكدت الخارجية الأمريكية أن التعاون الوثيقة بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة مهم للغاية في التعامل مع مجموعة من التحديات التي تواجه الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي ومن بينها تهديد الأمني من كوريا الشمالية وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن سبل تعزيز التعاون الثلاثي ستكون قضية مهمة خلال مناقشات الأمريكية اليابانية المقررة الأسبوع القادم حيث من المقرر أن يعقد جو بايدن قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشد في بيت الأبيض يوم الجمعة المقبلة